طبعا مساءكم الله بالخير يعطيكم العافية اليوم بنتكلم عملة فلوكي فلوكي اينو برمز فلوكي بسعر صفر فاصلة ثراث اصفار اثنين فعال عملة بنسبة سبعة فاصلة خمسة بالمئة تقريبا ماركتكاب مليار او تسعمية مليون برمكتنين تسعين بوليميومي ثراث مئة وخمسين مليون طبعا ليتابعنا اول مرية مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل عملات ونحط صفقات ايضا عندنا خدمة ادارة الحساب اللي يتميز فيها كل التميز بخلاف ذلك عندنا قناة الاكتتاب والعملات الاستثمارية هونين نشوف هني عندنا واحد من الشباب تقريبا ربحان تساطعشر الف دولار في خدمة ادارة الحساب هني ايضا عندنا واحد من الشباب ربحان هدعشر الف دولار في خدمة ادارة الحساب هني ثمانتالاف دولار في خدمة ادارة الحساب طبعا ما شاء الله ارباح جميلة. المهم. لو نشوف طبعا هذا عملتنا في عملة فلوكي اينو كنا حرطي صفقة فيما مضى. بنقول خلال الفترة اللي طافت او الفيديو السابق. لو نشوف العملة كم حقتنا اربع حتى الان من الفيديو السابق تقريبا اربعين بالمئة. تقريبا. ما شاء الله شي طيب. مجرد ما شفنا العملة كانت على الترند هنا. شفنا ان خلاص بتحاول تكسر فحطينا صفقة ان احتمال كبير ان شايفين فيه كسر. اعطتنا تقريبا الشكل اللي نحن كنا متوقعين. فحققت ان اربح حتى الان ربيعين بالمئة. حلوين حلوين. طبعا من الاشياء اللي جابية اللي صارت في الاختفاح هذا نشوف اول شيء يكسر للترند لاين. هني عادت اختبار تقريبا وايضا اختراق متوسط الاسي خمسين وميتين. وتم عادت اختبار هني لدعم الخط الاخضر. فالان العملة على مقاومة عنيدة بهذا السعر. احني شيء مقاومة. نحتاج ان العملة تغلق فوقها عشان نستمر في الصعود. طبعا يعني انا بالنسبة لي العملة بجرد ما تكسر هذا الرقم راح تتوجه للمقاومة العنيدة اللي هي بتكون منطقة بنقول عنيدة مش سعر عنيد. من سعر صفر فاصلة صفرين اثنين تسعة لغاية صفر فاصلة ثلاث اصفار اثنين تسعة. انا بالنسبة لي هذه المنطقة بتكون وايد عنيدة للعملة بحيث ان الصعب يتم كسرها. تم كسرها بالنسبة لي راح نشوف فجار او صعود كبير في العملة. حلوين حلوين. نشوف العملة شوي على شارت ثلاث ايام. نشوف العملة على شارت الثلاث ايام. نموذج. ايجابي. نموذج صعد ايجابي. حلوين حلوين. انا اتوقع لو رحت منصة ثاني بيكون ترن لاين افضل كرسم. انا شوي مكسك. احنا هنا في مكسك فالبوليوم غير فيفرق من منصة لمنصة. المهم. انا اشوف مبدئيا للعملة يستعطينا تمشي بنموذج صعد. نحتاج يعني حتى الموضوع عن العملة يعني نقدر نقول بداية الموجة واحد اثنين ثلاثة. ممكن هنا اربعة تقريبا. هذه اربعة. يعني هو افضل كان بيكون لو عطتنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الموجة ايا خمسة ايا ثلاثة. فهذه من الواضح هنا بتكون اربع اربعة. فبعض الاحيان اربعة يستوي هنا اربعة. ماشي مشكلة. يصير يعني مش ما يصير. فكسر الترند لاين هنا. اللي هو باللون الاصفر. على فكرة يعني هذا بالنسبة لي نموذج شيئين. اول شيء بنكسر. اللي هو المقاومة على هذا السعر اللي هي منطقة العرض. والمقاومة. بالاضافة بنكسر الترند لاين. اللي هو تقريبا اللي بدأ بنقول من تاريخ اه تقريبا خمسة عشر فبراير الفيه ثلاثة وعشرين. يعني العملة من الفيه ثلاثة وعشرين مش قادر تطلع فك هذا السعر. فاذا طلعت الحين انا بالنسبة لي راح نشوف انفجار صاروخي في العملة. يعني محتاجين العملة تعطينا اختراق لي. المقاومة هني واحد اثنين. منطقة اللي هي العرض. اثنين. ثلاثة اللي ترند لاين. اربعة القمة التاريخية والاغلاق فوقها. هذا عشر مع الثلاث يام. لو شفنا هذا الشي انا شوف العملة بتعطينا انفجار جدا قوي. حلوين حلوين. والارس اي جدا مثالي. يعني حتى نحتاج الان. الارس اي يكسر الترند لاين. اه يطلع من الترند. نحتاج ان يمنس الشيعة اختبار يصعد. لان لو سوى الحركة هاي بيكون صعود مثالي سواء على او على الارس اي. فان هذي نظرتي للعملة خلنا نشوف شمعة الاربع ساعات. نظرة سريعة. انا شفت شي قبل شوي بس خلني ارجع شوي شوي قبل ما اروح. ايوه. على فكرة انا شوف العملة ما عطلنا نموذج الراية. على فريم الثلاث ايام انا شوف العملة عطلنا نموذج الراية. كيف يعني? اي راية تقريبا. ايه? هذه راية. انا نغير اللون بحيث يكون باللون البيض. عشان تكون راية واضحة. يعني عشان توضح شوف الراية ايه اوكي خلنا ننشل. الترن لا يخليه. ولا خلنا نشل كل شي عقبا نرجع مش مشكلة. شوفوني. عشان توضح بس. ايه الراية. صح صار كسر كسر وهمي. تقريبا يعني نحسب القرام شذي اوكي. تقريبا تقريبا اذا نحسب الصعود القادم بناء نموذج الراية. العملة. يعني تتجه لسعر صفر فاصل صفرين واحد سبعة. بناء نموذج الراية. آآ يعني ان لغلب يقول كيف تستوي الرأي شذي بعد. طريقة ثانية للرسم. اذا قلنا شذيه. بعد هني تقريبا نفس الشي. يبتعطي لنا صفر فاصل صفرين اربعة اربعة تقريبا. يعني في ناس تحسبه في هالطريقة في ناس ترسمهم طريقة. كل واحد طريقة رسمه. الثنتين يستوون. ان كل واحد لا طريقته. يعني حتى ممكن بس في نموذج سلبي يمكن يصير خلال خلال الحركة القادمة. اللي هي وين? في حال انه عطتنا هني. دبل توب. لانه كان هذا دبل توب. بيكون هني هذا نيكلاين. بس العملة يعني منقور تدت من هذا السعر. يعني لو كانت هذي قمة. قمة ثانية كسر هني عدد اختبار هبوط. بس نشوف ان العملة. بمقامتين ممكن يصير حتى قمة ثالثة. يصير بعد. قمة ثالثة هبوط كسر. في نموذج شديد. نموذج هابط. لذلك نأمل ان العملة تخترق هذا السعر. عفوا. نحتاج ان العملة تغلق فوق هذا السعر. عشان ما يستريح حتى العملة ممكن تمشي بشكل عرضي. هذا الشكل. شديد يكون خلصنا. وانحنا اهدافنا مستمرة في العملة. يعني نتوقع العملة بتعطينا القام جدا كبيرة في البورن هذا. او وانبونج القادم هذا. اه شديد انكم خلصنا. يعطيكم العافية. مفجيخ خير.